دوء اخضر من البيت الابيض بنشر حاملة الطائرات ابراهام لينكلن ومجموعة من السفن الحربية وطائرات المقاتلة في الشرق الاوسط مسؤول في وزارة الدفاع الامريكية بنتاجون ذكر ان القرار يعد بمثابة رسالة لايران في اعقاب مؤشرات تفيد باستعداد طهران ووكلائها لمهاجمة قوات امريكية في المنطقة وزير الخارجي الامريكي من جانبه قال ان واشنطن شهدت تحركات تصعيدية من قبل الايرانيين واكد ان بلاده سترد بقوة على النظام الايراني حال وقوع اي هجمات تستهدف القوات الامريكية من طهران او من وكالائها من جانبه اكد مستشار الامن القومي الامريكي جون بولتون ان بلاده لا تسعى للدخول في حرب لكن الاوامر صدرت بارسال هذا العتاد كرادع لطهران في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة ولم يذكر بولتون اي انشطة ايرانية محددة اثارت مخاوف جديدة لكن ايران حذرت مؤخرا من انها ستغلق مضيق هرموز اذا منعت من استخدام الممر المائي الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو خمس النفط المستهلك على مستوى العالم